بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم فارس أو فارس أوفيشل مقطع جديد مقطعنا اليوم رح يكون آخر الأخبار من جديد ولكن قبل ما أبدأ مقطع اليوم أتمنى منك إذا كان جديد على القناة تشترك الآن خلينا نوصل 94 ألف مشترك اليوم متأكد لو كل شخص جديد اشترك رح نوصل هذا الرقم بإذن الله وأوعد أي شخص يشترك في القناة أنه يستمتع في محتواها بإذن الواحد لحد الشيء الآخر شكرا لكم على الثلاثة وتسعين ألف مشترك وبإذن الله القاد مجمل اضغط زر لايك خلونا نوصل هذا المقطع 2000 لايك ونشر مقطع في كل مكان وللإعلانة والتواصل رح ترك لكم جميع حسابات في مواقع التواصل تحت وقبل ما أبدأ المقطع شيء أخير حاب أذكركم فيه طول ما أنا أتكلم أتمنى منكم يا جماعة الخير تذكروا الله عز وجل سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر الصغف والله العظيم وتبليه والله فيها أجر عظيم جدا ويفيدك بإذن الله يوم القيامة بس هذا اللي كنت حابب نوه عليه قبل بداية مقطع اليوم وخلونا نبدأ في مقطع اليوم ونبدأ في أول خبر عندنا في حلقة اليوم والخبر بكل ما أنا وصدق فيه شوية من القوة نعم رسميا اللاعب الصربي فتسا لاعب النادي الأهلي المحور الدفاعي يعود من الإصابة وسيستمر مع الأهلي هذا الموسم فتسا جاته إصابة أيام المعسكر وغاب عن جميع الخمسة مباريات وحتى ما دخل التدريبات الجماعية أبدا كان يتدرب تدريبات انفرادية الآن اللاعب جاهز ورجع يتدرب معهم أمس وراح يكون جاهز لبقية مباريات الموسم بنسبة كبيرة فتسا مستمر هذا الموسم في حال تم تصريف سيرتش ومتريتا فراح يكون فتسا باقي طبعا مو أكيد يبقى كمان فيها شروط في حال نجح أول ثلاثة مباريات في الدوري أمام الفيصلي وغيرها من المباريات اللي راح يلعبها الأهلي في أول يعني ثلاثة جولات فبعدها راح يتم التحديد في حال يستمر اللاعب أو يرحل بالنسبة لي شخصيا أنا أشوف فتسا هو أفضل لاعب أجنبي موجود في النادي الأهلي من الموسم الماضي أتكلم بعد عمر السومة يعني من أيام فتوحي ونيانغ ومتريتا وسيرتش وماركو مارين وليمة فتسا هو أفضل واحد منهم بجانب العقيد عمر السومة لذلك أنا لا أمانع من البقاءه ولكن في حال قدروا يصرفوه ويصرفون سيرتش ومتريتا وغيرهم أنا أشوف أنه تجيب لاعب في الدفاع أولى بكثير 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 من محور لأنه أنت ما شاء الله تبارك الله ذكرت سابقا عندك أكثر من سبعة محاور أو ستة لعبين وسط محلين فما تحتاج هذا العدد الكبير من الأجانب على العموم أعطونا رأيكم في موضوع فتسة تحت في التعليقات الروح للخبر اللي بعده رسميا لاعب النصر الظهير الأيمن الشاب وسامة الخلف يغادر نادي النصر على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد إلى نادي الطائي نادي الطائي بعد ما كان يفاوض أمير كردي ويفاوض غيره من اللعيبة الشباب أو اللعيبة المحلين الموجودين في الظهير الأيمن كلهم في النهاية ما تمت أي صفقة منهم ولكن في النهاية حصروا بالنسبة لي على لاعب جيد وعندهم كانيات كويسة وسامة الخلف الصراحة ما أخذ حقه مع النصر اللاعب عنده إمكانيات جيدة وأتوقع يقدر يتطور مع الطائي وممكن يرجع الموسم القادم للنصر ويستفيدون منه سواء ببيع عقد اللاعب ولا أنه يستمر معاهم ويكون اللاعب احتياطي أساسي للسلطان الغنام كل شي راح يبان مع نهاية هذا الموسم أتمنى التوفيق للسلطان الغنام ولكل لعبين أنا السعوديين الشباب وإن شاء الله أنهم يعني في المستقبل نشوفهم بأحسن حال وأحسن مستوى نروح للخبر اللي بعده وهو رسميا أيضا اللاعب البرازيلي وأفضل صفقة في تاريخ الدور السعودي نعم باولينيو أفضل صفقة في تاريخ الدور السعودي كقيمة فنية لا تكلم عن لاعب يعني عنده مكانيات كبيرة أو لعب في الدول انجليزي لا لا أنا أتكلم عن قيمة ولاعب معروف باولينيو هو الأفضل العموم نرجع لموضوعنا باولينيو سيصل اليوم إلى مدينة جدة وبإذن الله بكرة راح يخضع التدريبات لياقية مكثفة أو مو تدريبات اختبارات لياقية مكثفة في حال نجح فيها بإذن الله راح يكون أحد أهم المشاركين في لقاء الفيصلي القادم ولكن في حال فشل اللاعب في الاختبارات اللياقية غالبا ما راح يكون موجود في لقاء الفيصلي ولكن أنا أعتقد أن باولينيو بإذن الله بالراحة راح يقدر يجاوز هذه الاختبارات لأن باولينيو يا جماعة الخير إذا ما تعرفون كان كل الفترة الماضية يتدرب في البرازيل مع نادي ريدبول في نادي في البرازيل اسمه ريدبول ممكن كثير منكم ما يعرفوه اللاعب كان يتدرب معاهم أربعة أشهر تقريبا ودخل في مناورات وكان يتدرب تدريبات لياقية وكل شيء فأنا أتوقع أنه اللاعب بإذن الله جاهز لمبارات الفيصلي بس ما راح يبدأ أساسي صعب يبدأ أساسي يا جماعة الخير أعتقد أنه ممكن من الاحتياط يعني بداية الشوت الثاني ينزل وبعدها من المبارات اللي بعدها يبدأ يدخل أساسي وما نسى بعد أنه يمكن يبدأ أساسي من بداية المبارات والعلم عند الله والأيام راح تبين لأن كل شيء بالتوفيق الباوليني والروح الخبر اللي بعد هو يخص نادي الاتحاد بنسبة 90% نادي الاتحاد يحصل على خدمات مدافع نادي الوحدة السعودي عبدالله الحافظ على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد بالنسبة لي صفقة عبدالله الحافظ جيدة للاتحاد خصوصا بعد إصابة زيادة الصحفي واحتياجه رسل لتأهيل من جديد الله يشفيه ويشفيه جميع مرضانا ومرضى المسلمين الشيء الآخر عبدالله الحافظ الصراحة حتى لو كان عنده أغلاط كثير إلا أنه تواجده مع حجازي راح يخلي منه مدافع كبير يا جماعة الخير أو حتى مو مدافع كبير نقول يحسنه أقل شيء 50% بكل ما أنا بصدق حجازي مدافع جدا كبير يطور أي شخص معه وأنا أهنيهم على صفقة عبدالله الحافظ خصوصا أنه هذا اللاعب قابل للتطور فيها أداء جيد بالتوفيق العبدالله الحافظ والصراحة الوحدة يا جماعة الخير قاعدين يخسرون أغلب لاعبينهم كل شوية لاعب جديد منهم يقادر فالله يعين الوحدة والله فريق كبير واستحق كل التقدير الخبر الأخير عندنا في حلقة اليوم واللي كثير منكم جاي عشانه هو موضوع سرج رسميا بعد إصابة لاعب نادي ضمك أنتوليتش في مفصل القدم والله يشفيه يا جماعة الخير ويشفي المرضانا ومرضى المسلمين وجميع مرضى العالم يا جماعة الخير ندعي للكل الله يشفيهم جميعا ما نكره أحد جاتوا إصابة خطيرة في مفصل القدم وراح تغيب ولما يقارب الستة أشهر عن الملاعب أو الخمسة أشهر فاللاعب طبعا لاعبهم اللي هو الكرواتي أنتوريتش يلعب وسط نفس مركز سرج ففيه أنباء من تشهر بشكل كبير جدا في مواقع التواصل أنه إدارة نادي ضمك حطت اللاعب البوسني إلفس سرج ضمن خياراتها وفيه الأخبار تقول أنه الأهلي مستعد يتكفل بنصف راتب سرج مقابل أنه يروح الضمك وبكل ما أنا وصدق هذا خيار جدا ذكي من ردارة نادي الاهلي أنهم سهلوا فرصة انتقال سرج الأحد الأندية لأنه سرج صراحة ناكب النادي نكبة غير طبيعية يا جماعة الخير سرج إذا الأهلي بغي يشيله ويسجل أحد اللاعبين الجدد بداله راح يدفع سبعة مليون يورو وهذا أمر جدا مبالغ فيه وما يستحقوا اللاعب والله يسامح اللي حط هذا الشرط ولكن أنك تقدر تعير اللاعب لنادي ضمك وفوق هذا كله تبتعد عن مشاكل الشروط الجزائية وإلى آخر وبس تدفع نصر واتبه هذا شي جدا ذكي وأهنيهم عليه وأتمنى فعلا تتم هذه الصفقة لأنه فيها فائدة للطرفين سرج راح يضيف الضمك نعم سرج عنده إمكانيات جيدة ومناسبة لضمك وسرج ترى ما أهمل نفسه كل الأشهر الماضية كان يتدرب في أندية حواري وهذا شي جيد ترى بالعكس ما هو شي سلبي أبدا يكفي أنه اللاعب كان مشتهد وما أهمل نفسه غيره من اللعيبة لو كان في النفس موقف سرج كانت لقيه راح دولته وفل أمه ولكن سرج ما أهمل نفسه أبدا هنا وصل إلى نهاية المقطع أتمنى منك إذا وصلت لهذه النقطة من المقطع وجسة مشترك طالع لك الآن شعار القناة اضغط عليه واشترك واختار حد المقطعين سبحان الله العظيم والصغف الله العظيم وتبله وفي الختام دائما أبدا لا إله إلا أنت سبحانك أني كنت منظه